أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء بداية من رفح مرورا بشيخ زويد ووصولا إلى العريش وأكد مدبولي أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية وتستثمر بها الدولة مئات المليارات وذلك تحقيقا لأوجه التنمية الحقيقية جزء من الجولة النهاردة كنا نتفقد جزء من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو أعمال الإنشاء والتطوير اللي بتحصل النهاردة في مدينة العريش وكان جزء منها برفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعويني مشروع ده كان قديم جدا ويعني تهالك وكان تقريبا يعني أصبح يمثل خطورة دهمة على المواطنين فيه الدولة المصرية تدخلت وبتعيد بناء هذا المشروع بالكامل وترفع كفاءته الحقيقة يمكن مشروعين مهمين جدا النهاردة الحمد لله تفقدناهم وتقريبا دخلوا يعني مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا للإفتتاح إن شاء الله من بوسط فخامة الرئيس هم محطة الكهرباء الرئيسية في المسعيد ودي المحطة ضخمة جدا النهاردة هي المسؤولة عن توليد الكهرباء لي مش فقط العريش ولكن كمان لكل الشمال سينة وبطاقة النهاردة اللي هتبقى طاقة التشغيل فعلا المبدئية تلتمية وخمسين ميجا وإنها هتترفع في خلال مدة بسيطة جدا لسبعمية ميجا معنى هذه المحطة إحنا مش بنتكلم فقط لتغزية الوضع القائم ولكن إحنا بنتكلم على تنمية حقيقية وبتتعمل هذه المحطة عشان تلبي الاحتياجات المستقبلية لصناعة وزراعة وتشغيل وتجارة وكل شيء حيتم في هذه المحافظة إن شاء الله